كيف يؤثر الاستخدام المفرط للهاتف المحمول على الداكرة؟ إن الاستخدام المفرط لوسائل تكنولوجيا الحديثة لا تجانع العديد من المشاكل الصحية ولعل أشهرها ضعف الانتباه وفقدان الداكرة حيث أشارت العديد من الأبحاث إلى أن التعدد المهام والعمل لفترات طويلة على الهواجف المحمولة والشاشات الأخرى يؤدي إلى ضعف الانتباه فضلا عن فقدان الداكرة فما هو تأثير الهواجف المحمولة على الداكرة؟ يعاني جميع المستخدمين التكنولوجيا الحديثة من مشاكل في الداكرة وضعف الانتباه وفقا للدراسات الجديدة وقد استدعى هذا الأمر انتباه العديد من الباحثين في جامعة ستارفود مما اضطرهم إلى إجراء دراسات لمعرفة العلاقة بين هذه المشاكل الخاصة بالداكرة وبين الاستخدام المفرط لأجهزة المحمول وأدوات الحاسوب الأخرى وقد توصلوا إلى أن السبب وراء التذكر لأشياء معينة ونساء أخرى يعود إلى استخدام الهواتف المحمولة بشكل كبير يشير العلماء إلى أنهم يمتلكون بفعل الأدوات اللازمة لشرح واحدة من أغلب الظواهر الداكرة على سبيل المثال تلك المواقف التي لا يتذكر فيها الشخص بين لحظاتهم وأخرى شيئا محزنا في داكرته على الرغم أن هذا الشيء كان له أهمية خاصة في حياته فما هي العوامل التي تحدد فترات النسيان المفاجئة هذه؟ كما حاول العلماء التحقيق فيها ثوات فقدان الداكرة هذه هذا بالإضافة إلى سعيم الحديث لفهم لماذا يمتلك البعض أشخاص داكرة أكثر وضوحا من غيرهم وكيف يمكن أن تؤثر تعدد المهام والعمل الطويل على أجهزة المحمول على ضعف الانتباه والنسيان نجح البحث الذي نشر في مجلة نوتشغيل في البداية على الإجابة على بعض هذه التساؤلات حيث كان الغرض من البحث في البداية هو تطوير أدوات جديدة لمعالجة الأمراض المتعلقة بالداكرة مثل مرض زهايمر ومن خلال ذلك يمكن أن تؤدي تطبيقات البحث إلى تحسين في انتباه والداكرة على كل المتضررين من استخدام الهواتف المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى وتناول الخبراء محور البحث من خلال تجربة شارك فيها 80 متطوعا تتروح أعمار بين 18 و 26 عاما خدعوا المشاركون لمراقبة أنشطة أدمغتهم باستخدام مخطص كهربائي للدماغ كان الهدف الرئيسي هو قياس موجات ألفا الدماغية بجزء خلفي من المخ الإنسان أثناء أداء مهمة مثل التذكر أو تحديد تغيرات العناصر التي تمت دراستها مسبقا يجدر بنا أن نتذكر أن زيادة في الموجات المدكورة أعلى كانت مرتوطة بالمشكلة الانتباه وفقدان الداكرة اللحظي لتقدير الاختلاف في القدرات على الحفاظ على الانتباه تم إجراء اختبار كان على الأشخاص من خلاله التعرف على التغيرات التدريجية في صور معينة في وقت نفسه قام العلماء بتقيم التأثير تعدد المهام باستخدام الأجهزة المحمول من خلال محاولة تحديد مدى القدرة المشاركين على التفاعل مع الشاشات المتعددة والأدوات الرقمية على وجه التحديد طلب منهم أداء مهمات مختلفة في نفس الوقت مثل رسالة النصية ومشاهدات التلفاز خلال فترات زمنية محددة كان الغرض هو تحديد ما إذا كان هناك أي اختلاف في أنمط أضغماغتهم أثناء أداء هذه المهمات مع الجهد المرتبط بالعمل مع أجهزة المتعددة لا سيما تلك المتعلقة بالداكرة والانتباه في المراجعة الأولى لاحظوا أنه عند مقارنة الأداء بين المشاركين المختلفين لاحظوا أن أولئك الذين لديهم قدرة أقل على الانتباه المستمر وأداء ضعيف في اختبارات الداكرة هم الأشخاص الذين قاموا بالمهام المتعددة بشكل مكتف باستخدام أجهزة المحمول أي الجلوس أمام الشاشات لكن على الرغم من عدم إمكانية إتباة السابية حتى الآن بصورة قاطعة إلا أنه يمكن التأكد من وجود علاقة بين تعدد المهام مع الوسائط الرقمية لفترات طويلة وصعوبة في انتباع المستمر والداكرة بينما توصل الباحثون كذلك إلى أن الاستخدام المفرط للأجهزة المحمول يؤدي كذلك إلى انخفاض في سرعة النشاط المعرفي والتحصيل الدراسي فلا تنسى أن تخبرنا يا صديقي في التعليقات هل أنت مستعد لترك هاتفك للحصول على النشاط المعرفي وتكون لديك ذاكرة صحية أو أنه من المستحيل بالنسبة لك أن تتخلص من هاتفك فضلا وليس أمرا لا تنسى الإعجاب والاشتراك والتعليق وتفعيل زر الرص لكي يصلك منا كل جديد